وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أنهم استهدفوا بصاروخ باليستي هدفا عسكريا في منطقة يافا وأخفقت دفاعات إسرائيل في اعتراضه والتصدي له انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فارط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له